هناك اهتمام كبير من قبل فرنسا تحديدا في مناطق سهل نينوى منطقات سنجار مناطق الأقليات عوما اهتمام كبير وهناك منح كبيرة ستمنح ومشاريع كبيرة ستقوم بها فرنسا تحديدا في هذه المناطق والعراق يحيي هذا الموقف الفرنسي وكذلك المواقف الأخرى من ألمانيا مثلا لأن الجولات لقاءات سيد رئيس الوزراء ستبدأ غدا هنا في لندن أتحدث هنا عن الموقف الألماني الذي عبرت عنه المستشارة الألمانية في دعم العراق ودعم الحكومة العراقية وتحديدا في موضوع الانتخابات كما ذكرت هذه الدول تنظر إلى الانتخابات القادمة على أنها تحول مفصلي ويجب أن تجري هذه الانتخابات وفق المعايير الدولية